بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين اللي انتصارنا في حرب اكتوبر ماذا تعني لك هذه الذكرى وهذه الحرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آل وصحبه أولا كل عام والأمة المصرية والعربية جميعا بخير وطبعا ونخص يعني الشعب المصري والجيش المصري العريق بهذه المناسبة الكبيرة العظيمة وهي انتصارات اكتوبر المجيدة طبعا هذه تعني لنسبة للانسان أهم حاجة عنده وهي الكرامة استعادة الكرامة هذا أمر ليس بالهيئة والانسان قد يضحي بكل شيء الانسان الحر يضحي بكل شيء حتى بنفسه من أجل كرامته فهذه الحرب المجيدة أعادت الكرامة ليست للأمة المصرية ولكن للأمة العربية فهذه عندما نقول حرب اكتوبر رمز القرامة واسترداد القرامة وليس فقط استرداد الأرض استرداد الأرض استدبعه وكان قبله ومعه اللي هو استرداد الكرامة ورفع العزة والشرف اللي هم بيرفعوا شعار في الجندية المصرية اللي هم الشرف والجندية وهذه الأمور الوطنية طبعا هذه الأمور كلها تبين الكرامة بس الكرامة لا تسترد إلا من خلال المبادئ من خلال المبادئ أهم مبدأ هو اتحاد ووحدة الشعب مع الجيش إلا كان نموذك فريد خاصة في عصر يعني الأمة المصرية كانت ليست في أحسن حالتها بعد طبعا هزيمة 67 وحتى الحالة الاقتصادية قد لا تكون على ما يرام ولكن حتى نعرف أن القرامة فوق الاقتصاد والقرامة فوق الاجتماع والقرامة فوق كل شيء لأن على قمة الأخلاق وهي القرامة تصور حضرتك أي إنسان يعيش مهما كان بملياراته بقوته ولكن لا قرامة عنده لا يسوي شيئا فهي حرب القرامة واسترداد واسترداد الأرض واسترداد الأرض